طيب عندي كمان موضوع مهم جداً وبينينا احنا برنامج التريند بالتأكيد كل التركيز بيكون على السوشيال ميديا والسوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة عندها كلام كبير جداً بخصوص محمود عبد المنعم قهربا تعالوا نستعرض مع بعض ونشوف اين اتكتب في السوشيال ميديا تحديداً على قهربا نبدأ مع بعض احساب في الجول وخبر في الجول الاهلي ارسل اسم قهربا ضمن القائمة المبدئية لكأس العالم للاندية والتحاد الكرة من جانبه ارسل خطاباً جديداً الى الفيفا طلبوا فيها بحسم صحة مشاركة قهربا بشكل قاطع مع نهاية فترة ايقاف يعني البداية كانت من خلال في الجول طيب نروح لحساب كورا بلس مصدر لكورا بلس اتحاد الكرة ارسل خطاباً جديداً اليوم للفيفا لحسم موقف قهربا النهائي من المشاركة مع الفريق بعد انتهاء مدة الايقاف اللي هتنتهي النهاردة بتاريخ 11 يناير طيب نشوف في السوشيال ميديا ومرصات المواقع يمكن حساب بطولات بيقول خاص لبطولات اتحاد الكرة تلقى خطاب رسمي من الفيفا يفيد بمشاركة قهربا مع الاهلي عقد انتهاء مدة ايقافه اذا في تطورات ايجابية في هذا الملف طيب كورا 11 موقع ترانسفير ماركت يعلن رفع الايقاف عن قهربا طيب بالمناسبة هو موقع ترانسفير ماركت بالتأكيد يعني وليس زو اختصاص او لعلاقة بالموضوع هو موقع يعني مجموعة من الصحفيين في اوروبا عملوا الموضوع ده لعلاقة بالقيمة التسويقية والقيمة التعاقد او قيمة انتقال كل لعب هو خاص بالانتقالات والكلام ده كله ولكن قصة قهربا عشان تبقى الناس فهمة بالزبط ايه اللي بيحصل خلال الفترة اللي جاية اولا كلنا عارفين اللي تم الفترة الاخيرة وكان فيه قرار صدر من 11 سبعة بيقافه 6 شهور لحين السداد الايقاف المفروضة ينتهي النهاردة في الامور القانونية واللائحية في هذا الامر النادي الاهلي دايما بيتعامل مع الخطابات الرسمية من خلال الاتحاد الوطني الاتحاد الوطني اللي بيتعامل من خلال هذه الملفات والايميالات اللي بيتم مخطبة فيها الاتحاد الدولي فيفا تأكدوا بما لا يدع مجالا للشك ان النادي الاهلي بيتعامل في هذا الملف بشكل احترافي كبير جدا جدا أما بالنسبة للمشاركة أو عودة اللاعب للمباريات ففي نقطة مهمة جداً عايز أركز فيها والناس تاخد بالها منها ألا وهي الأمور الإدارية بيتم التعامل من خلال إدارة النادي الأهلي ولكن وإن شاء الله بإذن الله فيها أمور إيجابية خلال الساعات اللي جاية وهتسمعوا حاجات كويسة جداً خلال الساعات اللي جاية ولكن الأمر الفني المتعلق بمشاركة اللاعب والدفع به في المباريات يعني خلوها كده بس إيه التسقرة ما بيننا وبينكم وإنتوا عارفين دايماً مدرسة النادي الأهلي في مدير فني اسمه مارسل كولر مدرب سويسري أكيد لرؤية فنية إمتى يدفع باللاعب وإمتى يختاره كلكم عارفين إن القائمة المبدئية لكاس العام الأندية اللي تم إرسالها بتاريخ 9 يناير يعني أول أمس تم قيد فيها محمود عبد المنعم كهرباء والاتحاد المصري سيعتمدها بعد غد النهاردة بنتكلم 11 بكرة 12 يوم 13 أقسم عدل التحاد القرى لإعتمادها قبل إرسالها للفيف وبالتالي في الأمور الإدارية الأمور ماشى بشكل كويس جداً ولكن النقاط الفنية ما ينفعش كل شوية نطلع نتكلم وده هيحصل فترة جاية كتير إمتى قهرباء يخش في القائمة إمتى ينزل في التشكيلة الأساسية في رؤية فنية عند المدرب إمتى يختار التوقيت المناسب للدفع باللاعب طالما اختار اللاعب في قائمة كاس العالم وهيبقى في إضافة في القائمة الإفريقية وموجود في القائمة المحلية يبقى الراجل عايز اللاعب إمتى الدفع به دي رؤية فنية أتمنى ما يكونش فيها ضغط عشان الجهاز الفني يشتغل بشكل رائع جداً خلال الفترة الجاية وإمتى يستفيد باللاعب في التوقيت اللي يفيد اللاعب ويفيد النادي الأهلي في ظل ضغط مطشاط ومنفسها قوي جداً خلال الفترة اللي جاية أتمنى تكون الرسالة وصلت وما فيش أي داعي لأي ألم